وعلاقة الروح بالعقل أثبت الإدراك لكل الموجودات بما فيها الموجودات المادية أثبت لها لون إدراك يخصها يتناسب معها على كل حال هذا النظرية كبيرة الآن العقل أيضا إذا تكلمنا عن العقل الأمر يتوقف على تعريفنا للعقل على تعريفنا للعقل إذا أخذنا في تعريف العقل العقل الإنساني نفسه لا واضح أنه يختلف أيها الإخوة طبعا هل هو في الدرجة أم هو في النوع لا نحن نرجح نوع اختلاف في الدرجة واختلاف في النوع أيضا بمعنى إيه بمعنى أن العقل الإنساني يشارك به الإنسان العقلات الأخرى في طبيعة معقوله وفي طبيعة إدراكه لكن أيضا يمتاز منها أو يتميز منها وهذا أفصح من عنها على كل حال بالنوع كما قلنا في تضعيف أو في أثناء المحاضرة لأنه مؤهل أن يتعاطى مع شؤون لا علاقة لهذه العقلات الأخرى بها شؤون الغيب شؤون الموراء شؤون الجمال شؤون الوجوديات هذا الإحساس الوجود الآن تلجي عند الإنسان نفسه الذي ألهم الفلسفة الوجوديين كل هذه الفلسفات الوجودية هذه خصيصة إنسانية الآن لو أرد أحد أن يقول الملائك مثلا لا تعقل هذا خطأ كبير قطعا تعقل تعقل تدرك الأشياء وتدرك الأحوال والأوضاع بلا شك لكن هل الملائكة تبدع؟ لا تبدع هي ليست خالقة بالمعنى المجازة للخلق لا تبدع لا تستطيع أن تبدع ولذلك لأنها لا تبدع هي لا تستطيع أن تزدلف إلى الله لذلك مقاماتها محفوظة مقامات رقمية إلا له مقام معلوم الملك يبقى الملك أي ملك يبقى في مقامه كما هو لأنه لا فضل له الإنسان يترقى ويتسفل يمكن أن يترقى ويلتحق إلى المصاف الأعلى الملكي يمكن أن يتسفل ويصبح شيطانا مريدا عاتيا رجيما والعياذ بالله قضية الإيمان كما قلت مرة فيه وهذا مما بعض الناس فهمه الإيمان الإصطلاحي يعني أن تؤم بالله ملكته كتبه رسول واليوم الآخر بنص الأيات القرآنية خصيصة إنسانية مش منسوبة في القرآن إلا إلى الإنسان الإنسان هو الذي يؤمن وهو الذي يكفر طبعا الملائكة تؤمن بالله طبعا يعني الله غيب غيب الغيوب لكنها لا تؤمن الإيمان الإصطلاحي وما في معنى الحديث على الإيمان في حق الملائكة الملائكة لا تؤمن بنفسها نحن نؤمن بالملائكة الملائكة لا تؤمن بالرسل الملائكة هي التي كانت واسطة التنبئة صحيح ملك الوحي مثلا جبريل والملائكة ترى هذا الملائكة تنزل بالوحي جبري عليه السلام مش محقول أن تكلب بالإمام والرسل تعرف هذا تماما وطبعا هي كائنات روحية بلا شك يعني بمعنى كائنات مثالية كما يقال لديها القدرة على أن ترى في الإنسان جوهره وحقيقته يعني ترى الصالح وترى الطالح أقول يأفينا يرون البشر روحيا حين يراك يرى فيك أي صلاحك أو يرى طلاحك على كل حال طبعا برضو على تفاوت أيضا على تفاوت يعني إن في ذلك الآيات للمتوسمين إن لله عبادة يعرفون الناس بالتواسم اتقوا في رأسة المؤمن فأنه ينظر بنور الله أثار كثيرة في هذا الباب نعود إذن مرة أخرى فالعقل الإنساني عقل مترقي عقل منتج عقل لا ينال الحقيقة نيلا فقط إنما يبنيها هذا ما انتهي إليه الآن فلاسفة في العهود الأخيرة طبعا العقل الإنساني عنده قدرة أن يبني حقائقه وكلما كلما بدى له ملحظ للتأمل ملحظ للتنقيد ملحظ للإستدراك تأمل ونقد واستدرك وأعاد إيه البناء وأحيانا يتغير البرادايم كله يتغير النموذي الإدراكي ليبدأ يدرك الحقائق ضمن إيه بارادايم مختلف هذا هي إنتاجية العقل الإنساني فهو عقل بالنوع عقل كما قلت يتعامل مع هذه الآفاق هذا لا يختلف فقط بالدرجة إنما يختلف بالنوع نحن نزعم أن هذا العقل هو أثر هذه النفخة الإلهية ونفخت فيه من روحي نفخت فيه من روحي حقيق بالإنسان يا أخواني حقيق بالإنسان طبعا هذه المسألة كمان يعجز نطاق التطوريين الماديين مثل دارون نفسه عن فهمها ألفرد رسل ووليس فهم هذا الشيء وكان بداية يعني إيه تحول ووليس إلى الأبحاث الروحية وعنده مجموعة مجلدات يمكن تتحصل عليها مجانا من أرشيفا مجموعة مجلدات في الأبحاث الروحية والرجل خاطت تجارب شخصية ويعني مات إيه وهو إيه يخط هذه التجارب الروحية العميقة جدا وطبعا خالف لاتجاه المادة التطوري بالكامل على أنه يقول بالانتخاب الطبيعي ويقول بأسط التطور لكن يقول بالإله المدبل لا إله اللي هو ويقول بالامتياز الإنساني وفعلا وصل إلى ما يعرف بمفارقة مفارقة إيه ووليس للذكاء الإنساني الإنسان بقليل جدا من هذا الذكاء الذي يتمتع به يعني بهذا العقل يمكن أن يحقق السيرفايفل والنجاة وأن يعيش ما في أي مشكلة لماذا كل هذا الحجم الضخم في الدماغ وبالتالي أيضا إيه كل هذه الأفاق العليا للعقل إلا أنه هو منذور لمهمة أعلى بكثير من مهمة أن يعيش وأن يموت أن يعيش وأن ينجو لا 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 وهذه المهمة هي مهمة روحية أن يتعرف على الله أن يقترب من الله الجميل وهذا طبعا سيكون جوابا عن سؤال أحد الإخوة والأخوات الجميل أنه لا يفعل هذا إلا عبر كما قلنا مرة أخرى أيضا عمارة الأرض وأداء وإنجاز مهام الخليفة أنت لا تقترب قلنا هذا في المحاضرة لا تقترب من الله المجرد لا إله إلا هو الذات أبدا تقترب منه عبر تجلياته في العالم عبر أسمائي وفعالي لا إله إلا هو على كل حال هذه مسألة أصبحت واضحة فأنا أعتقد أن العقل الإنساني هو خصيصة للإنسان مسببة معلولة للروح للنفخة الروحية هذه أبدا بدونها ما كان له أن يكون عاقلا بهذا المعنى الأخت الفاضي اللي بارك الله فيها لها مداخلة جميلة جدا قالت مقاصد الخلق كما ذكرنا عن الرغب وغيره هي الثلاثة المعروفة هي تقترح أن لا مقصد الخلق الروح الكلام يحتاج إلى تنقيح وغير متنقض بالعكس كلام متصادق إن شاء الله ومتآذر لا يمكن أن نقول الروح بحد ذاته هي المقصد لا الروح هي آلة هي أهلية هي هذه النفخة فينا ليست هي مقصدا بالعكس الروح هي الآلة التي بها تتحقق المقاصد كما قلنا قبل قليل بغير هذه النفخة من روح الله بغير هذا البعد الروحي في الإنسان ما كان للإنسان أن يكون خليفة الله في الأرض وما كان له أن يعمر الأرض وما كان له أن يحق العبادة وفق الخطة الإلهية عبر الاستخلاف والعمارة أبدا ولكن بالروح استطاع أن ينجز واستطيع أن ينجز هذا لا يزال بإذن الله تعالى إذن ما فيه تناقض إذن علاقة الروح بهذه المقاصد أنها اللياقة التي زود بها الإنسان النفحة الإلهية التي تمكنهم إنجاز هذه المقاصد يعني لا مجال للحديث عن هذه المقاصد مثلا بخصوص الدواب والأنعام أبدا لا مجال أيضا للحديث عن هذه المقاصد بخصوص الملائكة الملائكة لا تنجز مهمة الاستخلاف ومهمة العمارة لا تنجز هذا وتنجز مهمة العبادة ومهمة التقديس والتسبيح لكن وفق خطة مختلفة تماما خطتنا في العبادة عبر هذين المسارين إذن ما فيه تناقض إن شاء الله تعالى